اشتركوا في القناة 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 سيد جهاد هناك كثير من الناس اللي تحب الأكل بشكل عام تحب تتلذت بالتذوق نحن من ضمنهم طبعاً كلنا 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 نحب نذوق الأكل ونحب نجرب أشياء جديدة بشكل عام في ناس تعرف مثل ما يقولون تعرف طعمة تمها هل أشخاص يعني مثلاً أنتوا كيف تعطونهم نصائح على الأكل اللي ممكن هم تقدمونهم يعني كونك أنت خبير في عالم الضيافة يعني شو اللي تنصح أول شينا نتضوق كيف نعرف نتضوق اللي بيعرف طعمة تمه هو بينصحنا هو ينصحنا أي أكيد يعني اليوم بعض القتلات والمطاعم المعروفة بتحط المانيو وتحط المانيو وتحط المانيو وتحط المانيو وتحضر المانيو وتبعها هي تستدعي التذوقين يدوقوا هذلك الخبراء بالنسبة للعام بالشكل العام الأكل متعة في متعة تزوق وغير على الأكل في عالم تتزوق صحيح اللي بيتزوق هو يتلزز أكثر بالأكل صحيح هذلك كيفية اللي بيستطعم بطعمة الأكل from A to Z هذا كيفية اللي بيأكل عماهله بيستطعم بطعمة الأكل from A to Z اللي بيأكل بسرعة ترا في ناس تأكل علشان تشبع وفي ناس تأكل علشان تتلزز هو الأكل يجب أن يأكل حسين تلزل صحيا أحسن ويستطعم بكل أشياء موجودة في قلب الأكل من أجل الأكل موجودة في قلب الأكل ويستطيع أن ينصح على المدى البعيد يستطيع أن ينصح ويستطيع أن يذهب إلى غير محلات ويعطي ملاحظات ويعطي ملاحظات هناك شكل أيضاً لحظها سيد جهاد في مطابخ الموجودة أو في المطاعم الموجودة في الدولة إنه مثلاً يكون عندك شيف لبناني وإنما خبير بالطهي الإيطالي أو مثلاً شيف ياباني خبير بالطهي دعنا نقول تايلاندي يعني في صار تنوع أيضاً من المذاقات أنت كون الخبير في هذا المجال هل تنصح أن مثلاً الشيف الإيطالي يقوم بتحضير الريسيبيز الإيطاليين وغيرها ولا أيضاً جميل أن يكون في تنوع ممكن أيضاً الشيف اللبناني يضيف لكها معينة إلى الطبق الياباني ويطلع مع طبقها أكيد أكيد هو الأكل البيسيكس كيف تشتغلي بالإنجريدي ينزل بقي هذه كل في الشيف هو اللمسي يعني يعني يوم تلاقي مثل عم تقولي إخصائيين موجودين بس بحطوا اللمسيات تبعهم وبيخلص أنه هاي هي يعني أهم شيء كل محل يكون عنده ايدنتيتي صحيح لأن المصلحة مبطوقة في اليوم ظل ماشي كل يوم بيطلع فيها أشياء جديدة وكل مال هيك بطور حاله البني أيديم بيشتغل بهذا الدمان يعني من عشرين سنة غير هلأ وغلأ غير بكرة وبكرة غير بعد بكرة كل يوم بيطلع أشياء جديدة بهذا الدمان سيد جهاد شفنا في الفترة الأخيرة أنا يمكن لاحظها شايف عالم المطاعم أن في أشياء عربية صاروا يحسونها أجنبية وبالعكس مثل ما شف في فلافل بناكهات مكسيكية وغربية صحيح وغيرها الكثير بس في سؤال فضولي أنت كونك كشيف عربي لبناني يعني متخصص في الأكل العربية أو الشرق الأوسطي خلينا نسميه لما بتروح مطعم شو تحب تاكل؟ أي مطعم يعني أنت اليوم جوعان وتريد تروح مطعم عشان تتغدى أو تتعشى أول خيار يجي على بالك شو؟ يعني أنا سأت بروح على المطاعم بحب روح على المطاعم بتقدم طبخ لأنه أنا بدمعين شغلي قليلة لأكل طبخ تكون عم تنقل من المحل محل كذا يعني بحب روح على المحلات وهذا شيء الصحي الأكتر ويحس لك في المنزل يعني تحس حالك أنه أنت ببيتك سأتطلب واجبة أكل اللي يكون فيها طبخ يعني أنا كشخص من هوات الأكل السوشي والشينيز يعني سيكون طالع لبرة طالع برات المطاعم نحن نشتغل فيها معهولة فليب أحب روح على هذا الدومين لأكل السوشي والشينيز هلأ كاعب المطاعم بحب أكل الطبخ العامل والشيف خلاص بعد الحلقة اللي يتعطيك لست بأسماء مطاعم السوشي والسوشي هي خبرة اللي يالبي هالموضوع والله صراحة يعني يمكن لأنها صحية بعض الشيء يعني أيضا اليوم كان فيه تركيز سيد جهاد على الطعام الصحي يمكن يعني محبتي للسوشي هو لأن بدافع أنه أيضا أكل خفيف الدسام أو قليل الدسام وأيضا صحي ولها فوائد صحية أخرى مش بس أنه المطاعم المطاعم حتى صارت عن تخلق كورنر بقلب المانيو اسمه هيلثي فود صحيح من سالاتز لمين كورسز لكل شيء يعني عندهم هيلثي فود صار بالمانيو لأنه العالم وصلت يعني على مستوى صار عندهم قدر من التوعية صار بدهم هلأ الهيلثي فود وصارت المطاعم والأوتاليت وكذا عندهم سكشنز أو صايد مانيو على التابل هيدا الهيلثي فود الموجود عندنا بالمحال في بعض العالم ما تعرفش الفرق بين الهيلثي فود والأورغانيك أو الصعام العضوي فلو تعطينا النوبدة سريعة حق هالناس بس توضح لهم الفرق بين الأكل الصحي والأكل العضوي الأكل العضوي هو المزروعة بدون أي كيمويات ووحدة مثلا بتنجاني مزروعة بمحال طالعة على طبيعته نعم كيف خيار على طبيعته بمحلات معينة الهيلثي فود هو الخضرة العادية الموجودة معمولة يعني بدرسنج قليلة بطريقة بهرات قليلة بدون إضافة زيوت بس الأورغانيك غير الهيلثي الأورغانيك هو محلات تنزرع في الخضار وكذا طلع على طبيعته صحيح يعني مش بدخل لأي كيمويات مبارة مواد كيمويات هذا الأورغانيك نعم سيد جهاد يعني كونك متخصص ولك تاريخ في الضيافة خلنا نقول تحديدا الضيافة العربية خلنا شوي نذكر أيضا كيف إقبال الغرب كانت على الأطباق العربية يعني أنت بحكم تجربتك بحكم أيضا احتياكك مع هؤلاء الزبائن كان أيضا في نوع من يعني تواصل ما بينك وبين هؤلاء الضواقة أو ذواقة الأطباق العربية البيضاء اللي قدموا من الغرب فكيف كان شعورهم أو كيف كان انطباعهم عن أطباقنا العربية الانطباع كثير حلو، مش بس شوية كثير حلو وبيحبوا الغرب بيحب يتزوى الأطباق العربية وعندهم يعني بيجوا من حيالة بلدان من الغرب من هولندا من أميركا من أستراليا من فرنسا من كل بلدان بيحبوا يتزوّق الأكل الأطباق اللبنية والأكل العربية والأكلات وبيحبوا يشيركو هذي كيف بالعكس عندنا نحنا كعرب مثلا اذا احنا عصينا ندور على مطعم عربي لنا نأكل فيه نعم هذ كيف هل يأتي بمطعم على بلد عربي يحبوا يستكشفوا الأكل العربي الموجود فيه ويتزوقوا حتى لو ما بيعرفوا كيف الطريقة بس بيتعلّبوا ستاب بي ستاب هذا شفناي على الأرض ولبسناي على الأرض عندهم حب نحنا مروع على غير البلدين ندور وين من نلقي واحد عربي لنا نأكل عنده هندي بالعكس بيأتي لهم ليشوفوا استكشاف المنطق الهنية قاعدين فيها وهذا كتير حلو يرى بتصير عنا نحنا كمين ستروح على بلد ونعى في بلد تلك صحيح يمكن حتى الأكل العربي صار بشكل أو بآخر أكل عالمي يعني لما أنا رحت أوروبا حتى ليالي أعتقد إذا رحت أوروبا شفتي بتشوف هناك تحصل عندهم الفلافل وعندهم يعني أكل مفتخرة والناس تحبها هناك والشوارما والحمص والحمص يمكن هذا صار عالمي بشكل عام هذا شي يعني يمكن يثري ثقافتنا العربية بشكل عام وحتى ثقافة المنطقة تشاهدنا كأشخاص متعطى بس كأشخاص عرب طلعين على مناطق طالعة لبره ما بيستكشفوا المنطقة اللي هني رايحين عليها بيروحوا بيستكشفوا هني شو بديوا يعطوا للمنطقة أكيد بالعكس هني بيجوا لهون ليخدوا من عنا شو بيستكشفوا الإشياء الموجودة هناك لغة عالمية الطعام لغة عالمية والحديث عن الطعام طبعا لا يمل لكن نحن لازم ننهي معك هذه اللقاء سيد جهاد أبو خاطر متخصص في الضيافة شكرا جزيلا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة